الإرهاب بجيل جديد يتوسع في منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا هذا بحسب مراقبين إثرات عرضي قوات حفظ السلام الأممية في مالي لحادثين خلال أيام الأول تسبب بمقتل جندي أردني وجرح ثلاثة آخرين والثاني تسبب بمقتل جنديين مصريين القوة الأممية التي تهدف من وجودها إلى خفض التوتر وحماية المدنيين وجدت نفسها غارقة بصراع مباشر خصوصا وأن الخلافة بين مالي وفرنسا أنهى وجود الأخيرة عسكريا إضافة لعدد من القوى الأوروبية ما جعل قوات حفظ السلام في وجه المدفع في مالي حوادث أعادت مالي للواجهة خصوصا بهذه المنطقة التي تنشط فيها جماعة تلقب نفسها بنصرة الإسلام والمسلمين والتي تعد أكبر تنظيم متطرف في منطقة الساحل وهي ترتبط بتنظيم القاعدة حيث يرفع السلاح في خمس دول أفريقية مرة في وجه السلطات التي توصف بالهشة وأخرى في صراعات على النفوذ مع تنظيم داعش عنف الحركات المتطرفة بدأ في الشمال وامتد إلى وسط مالي وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين وأسفر عن مقتل ألاف المدنيين وتشريد مئات الألاف من السكان وفي هذه المنطقة التي تمتد من مالي والنيجر إلى بوركينا فاسو تزداد المخاوف من الجماعات المتطرفة خصوصاً تنظيم داعش الذي يسيطر على المساحات الجنوبية من منطقة الصحراء تنظيم القاعدة شن هجمات على قوات حفظ السلام الأممية حيث فقدت منذ إنشائها عام 2013 مائة وأربعة وسبين من جنودها حنان المصري العربية